نشوف بقى التعبير ونشوف مع بعض كده هنا التعبير جي ازاي التعبير الوظيفي قال لي اكتب اعلانا عن رحلة ستقوم بها مدرستك الى العاصمة الادارية عايزك تركز معايا هو طالب مني اعلان خلاص يبقى لازم اول حاجة ما بنيجي نصحح التعبير الوظيفي بنصححه على ثلاث حاجات اول حاجة عليها درجة القالب اللي هو الشكل اللي معمول لكتابة اللي هي الدباجة بتاعة الكتابة تاني حاجة المعلومات هو طلب اعلان يبقى بنعلن لازم في جهة معلنة وبتعلن عن ايه بتعلن عن رحلة والرحلة دي رايحة فين هو قال لي العاصمة الادارية طب الجهة المعلنة ما تدهليش يبقى حط نقف لازم يبقى في زمان لازم يبقى في مكان لازم يبقى في مكان تجمع في معادل التجمع في قيمة اشتراك لانها مش رحلة اكيد مجانية يبقى هقوم جايب له كده اهو ادي القالب اللي هو الشكل البرواز اللي انا عمله بالدباجة بالمنظر اللي جوه ده المعلومات هي تعلن مدرسة كذا هو ما تدهنيش هو قال لي مدرستك ما ينفعش اكتب اسم المدرستي عن رحلة الى ليه ما ينفعش اكتب اسم المدرستي هقول لكم ما ينفعش ليه لان في التصحيح دي بتعتبر علامة مميزة لان الاولى سنة دي لها كنترول على مستوى الادارة يعني كل المدارس بتبقى في كنترول واحد فانا دلوقتي جاي من مدرست فلان وده من مدرست علان وده من مدرست كذا لو كتبت اسم مدرستي يبقى انا بقوحي للايه للمصحح ان انا كتب اسم مدرست يبقى انت ما تكتبش غير المعلومات اللي ادهي لك المعلومات اللي ما ادهيش بتعمل لها نقط زي ما قيلين كده مدرست نقط عن رحلة الى العاصمة الادارية وذلك يوم نقط الموافق نقط ما انا لازم معرفش انا لسه ما حددتش ومدنيش تواريخ وكيمة الاشتراك نقط عشان انا معرفش برضو قيمتها ايه وتسدد الاشتراكات لازم اوضح الجهة اللي هتسدد فيها الاشتراكات لأسرة التربية الاجتماعية لانه مفروض ان اسرة التربية الاجتماعية هي الاسرة المنود بها تنظيم الرحلات بالمدرسة موعد التجمع في تمام الساعة كذا بالمدرسة جماعة الرحلات اللي هي دي الجماعة الطلابية اللي بتقوم بنشاط الايه الرحلات ولكن بالتنصيق مع الايه الخصيات الاجتماعية نشوف كده الرحلة موجودة او الاعلام موجود قدامنا الدباجة بتاعته هي دي اشسيغة او سياغة اللي ممكن تاخد بيها الدرجة واكتب كلمة اعلام في الوسطى عشان خاطر اوضح يبقى انا عندنا